الله يشوف أنا ما ودي طول في التعليق ما في شكل أخ تركي أفهم منا أتكلم عن نفسي أفهم منا نحن أخذنا الآن إعلاميا قانونيا تركيا لأكل أنا أشوف أنه بصراحة بصراحة يعني أكون صريح وصادق معك يعني يؤسفني الشيء هذا اللي موجود فيه الآن أنا قاعد أشوف فيه محاولة شيطنة النصر بشكل كبير جدا لا في برامج شيطنة شيطنة كل شيء ضد النصر تحالفات وإسقاط والتقليل إلى درجة وصلنا ليش يا فيصل بلويا حكم مباراة النصر والتعاون تبتسم قدام رونالدو انتبوا تبتسمون ترى إذا بتسمتوا ترى هذا خطأ ما يصلح يعني قبح فيه فيه طرح وشيء غير طبيعي جدا بينما مثلا نشوف الحكام السعودين حكامنا اللي نتمنى لهم التوفيق يضحكون مع لعبين ثاني لا عادي بس موجود هذا على الكل بواب ونواف يا لأتنا على الكل أنت طرحته على الحمد الله لما بأس الشعار وش قلت؟ كنت ليش يبوس الشعار؟ أي شعار؟ شعار الاتحاد من حقنا يبوس أكيد طيب أنت طرحته عندي انتقدته اشتخل هذا؟ أنا تكلم عن الحكام أنا هذه حين كلمتي عن الحكام أقول كشف القبح أنا أقصد هذا الطرح موجود على مستوى لا ما قلت أنا لا ما قلت لش يبوس الاتحاد لحظة عشان ما تقوني شيء طيب قلت أنه بعد الهدف اللي سجله في النصر اتجه إلى مدرجات النصر يشير بعملية الصمت وهذه ما كانت تليق بك لأنك كنت لاعب سابق والدليل اليوم شفنا عمر خربين سجل هدف قال الجمهور الهلال كيف؟ لماذا؟ لأنه يحفظ العشرة اللي بينه و بينه تم موضوع تاليس كب اختصار شديد وقالها الأخ تركي هل ذكر اسم الهلال؟ سؤال هل ذكر اسم الهلال؟ قلناها حنا في التقرير لم يذكر اسم الهلال خلاص انتهى الموضوع طيب هذه وجهة نظر انتهى الموضوع بالنسبة لي هل يحق إذا خرج القرار إذا خرج القرار برفض دعوة نادي الهلال إذن صحت أن الهلال رافع إذا خرج هل يحق لنادي النصر أن يرفع ضد الهلال لأنه جاب اسم النصر في الموضوع حق الشكوة هذه يا ناس والله يا عبد الرحمن عندنا قضايا كثيرة وما بد فيها أنا أعطيك واحدة من القضايا إذا لم أكن لك ترحنا بصدنا تقول أنه لجل تلقت هذا الاخطاء أو أرسلت هذا الخطاب لنادي النصر نادي النصر رد على هذا الخطاب أنه تسقط هذه القضية بسبب الاتقال لكن أنا كألام يقول إن صح لازم أحط لي خط رجعة فالموضوع الحين أنا أقولك فيه قضايا كثيرة موضوع محمد كنو وقف الهلال فترتين واللاعب وقف ست شهور أو أربع شهور طيب وقيل فيه البيان بأنه بعد ما تنتهي القضية ستعود لنا سيكون هناك قرارات من قبل لجنة الاحتراف صح ولا لا يا تركي نعم بأنه نجز احتراف ذلك وين القرارات يا أخي إذا نادي النصر غلطان عاقبة إذا نادي الهلال عاقبة ما فيه أحد على راسه ريش يا هذه نقطة اثنين اثنين يا أخوي نلعب كثير خارج الملعب صراحة يعني فيه كثير من الإعلاميين قاعد يسقط على أن النصر نادي الشكاء الآن الهلال أنا أبعد لك ثلاثة أربع الهلال من الموسم الماضي حتى الآن تشكى في موضوع الخيل اللي كانت الفعالية في ملعب مرسول بارك تشكى في عملية موضوع فرحة تاليسكا وابو بكا وكلها ترفض إذا من هنا من أكثر اللي يقدم شكاوي مع العلم مثل ما قال تركي يحق لأي نادي يرى بأنه متضرر أن يأخذ الحق القانوني لكن على اللجان على اللجان اللي عنده في الاتحاد السعودية كرة القدم مثل قضية محمد كنو اللي ما صدر فيها إلى الآن قرار الخاص بقرارات لجنة الاحتراف وين هي؟ فيصل جفر تحرر الله على الاستلام الله على روما مستحيل مستحيل